السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هدم لكم النهاردة تفسير رؤية الحزاء الأبيض للعزباء في المنام يرمز الحزاء الأبيض في منام العزباء إلى الزواج أو الخطوبة وقدوم الفرح والسعادة والمصرات فيدل الحزاء الأبيض للعزباء على الزوج الصالح أو الشريك الطيب الذي يتمتع بأخلاق عالية وسمعة حسنة ويرمز إلى زيادة الرزق والمكاسب المادية والنجاح في العمل أو الدراسة وإذا رأت العزباء في منام الحزاء الأبيض بالكعب العالي فأن الرؤية ترمز إلى زواجها في وقت قريب من شخص ميسور الحال وأخلاقه حميدة وطباعه هادئة وسمعته طيبة في محيطه كالمسك والعنبر رؤية الجزم البيضاء في منام العزباء تدل على صفاء قلبها ونواياها وإحساسها بالمسئولية فضلا عن تحقيق الطموحات والأهداف بهدوء وتفكير واعي دون مشاكل البوت الأبيض يدل على سمعتها الطيبة ويدل أيضا إلى طموحها العالي وميلها للإنجاز وتحقيق الأهداف ويبشر بمستقبل واعد ومشرك الحزاء الجديد الأبيض في المنام للعزباء يرمز إلى أنها جميلة ومخلصة وصديقة للجميع وتسعى لاحترامهم وحبهم أما الحزاء الأبيض الممزق أو المكتوع للعزباء يدل على الهم وقسر الخواطر أو دلالة على خسارة صديق جيد أو وجود رزء لكنه قليل وإذا شهادت العزباء الحزاء الرياضي الأبيض يدل على الأمان والطمأنينة والسلام الداخلي والحياة المستقرة وقدوم الخير والرزق أما شراء الحزاء الأبيض في المنام للعزباء يدل على الزواج من شخص مناسب من حيث التوافق الفكري والعمري والثقافي وشعور الحلمة بالراحة والسعادة معه بالإضافة إلى حصول الحلمة على وظيفة جديدة أو عمل مناسب إذا رأت العزباء أن حزاءها الأبيض اتسخ أثناء المشي به دل على تحملها الكثير من المسئوليات غير المناسبة لعمرها مما يجعلها تعيش حالة مليئة بالصعوبات والحزن الشديد وإذا رأت الحزاء الأبيض غير جميل كان ذلك دليل على وجود شخص لا يحبها ويظهر عكس ذلك حتى يستغلها رؤية الحزاء الأبيض أيضا من الممكن أن تكون إشارة على سفرها وستحقق من خلاله الكثير من النجاحات العملية والمادية وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرز ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته